النقطة الخمسة برهان التبرير الله برهن على تبريري بقيمة المسيح رمية 4 و 25 الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا لأنه رب يسوع لما حمل خطيانا أخذ الذي لنا وأعطم الذي له لما حمل خطيانا وذهب إلى الصليب ليصنع الكفارة مات تحت حكم الدينونة مات حكم عليه أنه ضرب من أجل زند شعبي مات افترض أنه بعد ما مات ودفن يا جسيس دفن يوم الجمعة وجعد الجمعة والسبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس مجمش وعد الأسبوع الأول وعد الأسبوع الثاني وعدت أول سنة وعدت ألف سنة وعدة ألفين ثلاثة وعشرين السنة دي ما قامش المسيح لو المسيح ما قامش من الأموات معنى كده أنه عمله الكفاري لم ينجح وإيمانا كله باطل فهو ما زال تحت حكم الموت معنى كده أن الكفارة فشلت ولو كفارت وفشلت يبقى لا الخطايا أوزيلت من حسابي ولا البر تم إضافته إلى حسابي ما زالت الخطايا لم تحل المشكلة لكن مش ده اللي حدث اللي حدث أنه ليه كل المجد يوم الأحد قام قام معنى كده أن مشكلة خطاياي انتهت لأنه أخذ خطاياي ومات تحت حكم الموت فكده تحلت مشكلة الخطايا معنى كده أن البر تم إضافته إلى حسابي اللي برهن الله برهن إيه؟ أنه أقيم المسيح من أجل تبريرنا الله أقامه من الأموت فده برهان أن ما فيش ولا خطايا في حسابي مش بس كده وتم إضافة البر إلى حسابي فشكده كلما رأيت رب يسوع في يمين العظم في الأعالي أنا متيقن أن خطاياي مش في حسابي بالعكس حسابي فيه بر أنا بار قدام الله إيه البرهان؟ أهل المسيح في الأعالي أشكده قيامة المسيح من الأموت برهان نجاح الكفارة وبالتالي محيت الخطايا وتم إضافة البر ده اللي أنت ذكرته في آخر شيء يعقوب 2 نعم وهنا ده البرهان اللي من ناحيتي أنا برهان الإنسان أنا تبررت؟ إيه الدليل والبرهان أني تبررت؟ كيف أبرهم؟ وهنا يعقوب اتكلم عن أن لابد أن تكون البرهانة بأعمال الإيمان وهنا ده مش برهان قدام الله لأنه مش محتاج برهان قدام الله لأن الله بنفسه برهان على تبريري أمامه بقيامة المسيح لكن أنا محتاج أبرهم على تبريري قدام الناس عاش كده يعقوب 2 بيجيب مواقف إنسانية ما المنفع إخوتي؟ إن قال أحد دي مواقف إنسانية أنا له إيمان وليس له عمال إن كان أخ وأخته معتزين للقوت اليومي مواقف إنسانية اتبررت؟ إيه البرهان؟ البرهان إن لابد أن أعتني بإحتياجاتهم لو ما أعتنيتش وقلت لهم امضيها استدفئة وكلها واشبعوا هصلي علشانكم يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق نعم هنا الأعمال برهان التبرير الأعمال برهان التبرير وعش كده في عقوب ذكر مثلين ممكن نجيبهم بردو على السلايد أوكي تمام؟ المثل الأولاني عن تبرير إبراهيم بالإيمان قدام الله وبالأعمال قدام الناس وتبرير الرحاب بالإيمان قدام الله وبالأعمال قدام الناس فلو عرضنا السلايد وعشان كده ده أول السلايد أنه التبرير قدام التبرير قدام الله في رسالة روميا ده بالإيمان مش بالأعمال أنا مقدرش أتبرر بالأعمال قدام الله لكن التبرير في رسالة يا عقوب ده تبرير قدام الناس في البعض يا جسيس بيشبههم بمن واجف واحد واجف تحت قبة كنيسة ده من الكنيسة بيكون لها قبة أو منارة فلو في واحد واجف من جوا واحد واجف من بره الواجف من جوا بيقول دي كونكيف الواقف من بره بيقول لا دي كونفكس دي مقعرة لا دي محدبة هما الاتنين صح لأن اللي بينظر من الداخل هيشوفها كونكيف اللي بينظر من الخارج بيشوفها كونفكس صح بوليس بينظر من الداخل كيف أتبرر قدام الله يعقوب لأنه ضد الديانة الشكلية لأن يعقوب بيكتب توبيخ للإثن عشر سبتا الديانة الطاهرة عند الله يعني بيتكلم شكل عملي طبعا البرهان يعقوب بيوبخ بقصوة على الديانة الشكلية لأن مجرد شكل خارجي ظاهري بإدعاء فارغ كاذب فبيقول لهم لا التبرير جدام الناس أعمالك وريني الأعمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر